اسم التجربة مصباح التنبيه الارم لامب الهدف من التجربة التعرف إلى أهمية المفتاح الكهربائي في فتح الدائرة الكهربائية وغلقها أدوات التجربة صفيحتان نحاسيتان شريط من الإسفنج المقوى لاصق أسلاك توصيل مصباح كهربائي مع قاعدته بطاريتان مع حامل لهما قطعة من الكرتون خطوات إجراء التجربة نصنع مفتاحا كهربائيا بإحضار صفيحتين نحاسيتين طول كل منهما 5 سانتيميتر ثم نضع بينهما شريطا من الإسفنج المقوى طوله 1 سانتيميتر ونثبتهما بشريط لاسق نستعمل أسلاك توصيل وحامل بطاريات ثنائيا وبطاريتين ومصباحا كهربائيا لعمل دائرة كهربائية بسيطة مفتوحة ونصل كل طرف منهما بإحدى الصفيحتين نضع المفتاح تحت قطعة الكرتون نضغط على قطعة الكرتون فيضيء المصباح ما يدل على أن الدائرة الكهربائية أصبحت مغلقة النتائج لا تعمل الأجهزة الكهربائية إلا إذا كانت الدائرة الكهربائية مغلقة وليس بها أي فراغ بين أجزائها لذا يستعمل المفتاح الكهربائي للتحكم بفتح الدائرة الكهربائية وغلقها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر